التريلر بتاعت الفيلم نازلة بقالها بتاع اربع او خمسة ايام تقريبا وجات لي عليها طلبات كتيرة جدا انا مش فاهم السر فيها الصراحة تكونش التريلر فيها رانيا يوسف وتوش هيرنهالي مفاجأة واضح ان احنا مخترقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة والفيلم اللي حنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو الفيلم المصري نادي الرجال السري زي ما قلتلكم كده التريلر بقالها كام يوم والطلبات عليها ما بتخلصش انا كنت متصور ان الدنيا هتهدى شوية بعد يومين ثلاثة وانا الحقيقة كنت مشغول فعلا انا مش غضان على التريلر ولا حاجة يعني ولكن الطلبات مستمرة لحد النهاردة وانا ما اقدرش اتأخر عليكم اكتر من كده الفيلم من بطولة كريمة عبدالعزيز وانا بحب كريمة عبدالعزيز من بطولة مجد الكدواني وانا بحب مجد الكدواني من تأليف ايمن وطار من الناس المكتهدة والنشيطة واللي بتتحسن مع الوقت من اخراج خالد الحلفاوي اللي برضو من الناس المكتهدة والنشيطة واللي بتتحسن مع الوقت من الواضح انه هو رومانتك كوميدي كوميديا رومانسية وانا بحب النوعية دي جدا فما فيش حاجة تقفلنا من الموضوع يعني المفروض ان دي حلقة تبقى سعيدة وظريفة وخفيفة كده وكالعادة انا ما شفتش التريلر ولا مرة حشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة فيلا بينا ايه ده قدر انت رايح فين لا ياك من قمت بروح ليا ده لابسين كده انا بس عاوز اتعرف على حضرتك انت جاسوس بتشوف ترقى فتلاك طبعا اه انا بقى رقى فتلاك بس هو حسن بدورها في الكلاس ايه خبار سوين ابني حسن بيتاجر في المخدرات تاجر في المخدرات ايه حاجة الهدف جديد وان بكرة تروح سارون الحلقة ده وتطلب منه يعملك فوتا سخنة انا عايز فوتا سخنة قبل الحلقة لو الموضوع ده عدة اتفرج انا هعملك ايه ام فيه مناس كتير جواب بس اللي بي ماشي روحشي مش ماتش تعرف ده معنا يا فوق مهندس الدكور مصر ان هو يحط في وسط النفورة تمسل دولفن بيرش مأيه بذنكو انا او الدولفن الحقيقة طارق ما الحقش للطيارة دي وجاي في الطيارة البعدين على طول انت طيار ولا مش طيار طبعا طيار يا فن بس انا الحقيقة اشغال خط روما جدا بس غيرت الايام دي علشان الاعياد وصابها مع ضده في رعبتها زي ما انت شايف كده عضاها يا مادام ده كان دخل على العمود الفطري هتعمل ايه تاني؟ هنعمل الكشف بينس بتهايي لازم اقلل الفولت شوية؟ كانهم بيسلم عليك وبيقولك القرد عن نخلة بيعمل ايه؟ بيجيب شو زيني ويندر ايه ايه؟ عايزينك في جريمة اكل اخو ميت باكو خلوها خمسين باكو اه اه واضح ان احنا مخترقين احنا فين انا؟ فؤاد اهلا بك فانيال الرجال السر نحنة اقلع ايه ده ده نابس فانيلا حملات ايه الفانيلا دي؟ الفانيلا دي أستاذ عمر عاصم المصامم التريلر معرفش إذا كان هو المسؤول عن ذلك ولا لأ ولكن التريلر بتاعت الفيلم الكوميدي عادة بيبقى فيها أكتر مشاهد بتضحك في الفيلم أو على الأقل بتنطقي أحد أهم يعني شوية من أهم المشاهد اللي فيها كوميديا جامدة علشان نشتري يعني أنت بتحول تبيع فيلم كام نكتة ممكن أقول عليهم حلوين من اللي تعرضوا ما في يعني بتاعت ظهور أمين ظريف عشان احنا بنحب أمين مش عشان النكتة حلوة بصراحة لأنها برضو مش مفهومة هي مقططعة كده من سياق أو حاجة زي كده ماجد الكدواني موضوع الفانيلا ده وبتاع أضحكنا عليه ده مخفيف الباقي المشاهد نفسها مش مكتملة حتى ما فيش إفع على بعضه نعرف إن احنا نقول ده بيدحك ولا ما بيدحكش أو نتواصل معه الدنيا مقططعة جدا توضيح الحبكة بتاعت إن فيه حاجة اسمها نادي الرجال السري وده مكان عليه أمن وكلام زي ده وهي مفرقة هزلية مضحكة جدا يطلع منها كلام كتير جدا إنها تتقدم في آخر التريلر مش في أولها فده برضو ما نالش اهتمام كافي مني وما نالش أعجاب من منتهى الأمانة يعني ومش عايزة بقى بهاجم التريلر بعيدا عن الفيلم ولكن لو الفيلم بعد كده طلع حقيقي حلوة حقيقي بيدحك وحقيقي بيستثمر كل الإمكانيات اللي موجودة عند الناس دي وعند الفكرة دي يبقى التريلر هي الغلطانة لو الفيلم طلع محبط لما نشوفه إن شاء الله اللي أنا معرفش إمتى لو حد عارف يريت يقول لنا في الكومنتس الفيلم ده هيتعرف إمتى بالزبط يعني هتبقى التريلر بريئة أعتقد يعني عموما برضو حرجع أبص عليها مرة تانية ولو طلعت منها تفاصيل تستحق إن احنا نتكلم فيها حقطها في الحلقة الفيلم من بطولة كريمة عبدالعزيز اللي غايب عن السينما بقى له فترة طويلة وده شيء يعني محبط جدا بصراحة وأنا كنت زعلت منه بصراحة وبتدي تقفش عليه يعني علشان الغياب ده كله آخر فيلم الفيلم لا زرق خمس سنين يعني الفيلم ده احنا فاهمين إنه حيطارد في الفين وتسعة ترش يعني إن شاء الله يبقى خمس سنين غياب عن السينما عمل في وسطهم المسلسل بتاع الزيبقى ده ما شفتوش ويعني ما ظهر ما كان مشجع ليهم وهم شخصيا عشان يعملوا الجزء التاني بسرعة وكلام زي ده ولكن ده ما كانه الطبيعي وإحنا منتظرين له الفيلم لا زرق اتنين من الواضح إن الأجندة بتاعته مسحومة وفيها نشاط وهو نشاط سينمائي وأنا كده مبسوط غاد عادل آخر حاجة شفتها لها كان هروب الطراريو وظهرها في ما كانش وحش وبرضه من الوشوش اللي بنحبها ونحب نشوفها في عمال كوميدي إفي رقفة الهجام ده من غير ما تقدم فكرة إن في نادي بيكتسب صفات مخابراتية سرية بتاع معرفش مين ما بيدحكش برضه العلاقة ما بين شخصية كريمة عبدالعزيز وشخصية ماجد الكدواني بتفكرني شوية بكريزي ستوبد لاوف العلاقة اللي كانت ما بين رايان جوزلينج وستيف كرال فكرة إن ده اللي بيلحلحه وبيحركه وبيدخله في الحياة النسائية والحاجات دي كلها برضه شوية شبه هيتش مش بعيد عنه يعني حيبقى فيه ظهور جديد معتاد مؤخرا لضيوف الشرف في الفيلم على ما يبدو وانا الصراحة زهقت شوية من الموضوع ده يا جماعة مرجيبوا كاست كوميدي بيدحك يعني مرجيبوا ممثلين صغيرين يعملوا مشاهد حلوة يعني انا عارف بتزهق بصراحة الايفي بتاع موضوع الطيار وخط روما جادة ومعرفش مين ظريف مش هقول ان ده متقيل بس دي تريلر يا جماعة يعني ده آخر الفيلم او برضه موضوع كشف البنس ده نكتة مقتطعة انا مش فاهم سياقه مش عارف الموضوع ده كله بقى تتابع مشاهد ملهاش اي معنى لا بتقدم حبكة ولا بتدحك ولا بتوضح حاجة في الفيلم ولا بتقدم شخصيات ولا بتعمل اي حاجة في الدنيا هلك 30 ثانية مثلا نادي الرجال السري اه ده في رأيي كان المفروض يبقى في البداية في البداية نوضح ان احنا عندنا كيان هزلي غريب غير معتاد والاحداث دي كلها متعلقة بيه بشكل او باخر فممكن الاقلها السياق شوية الاقلها معنى شوية حتى لما تطلع نقطة تدحك شوية الفيل فانيلا ده زكي ده حلو دحكني برضه بس ده انطباعي ومش عارف بصراحة يعني اكتر حاجة قلقاني دلوقتي ان التريلر دي تبقى افضل ما يمكن انه يخرج من الفيلم وده يدينا سبب اننا نقلق من الفيلم نفسه اللي زي ما قلنا من اخراج خالد الحلفاوي خالد الحلفاوي مؤخرا شفنا له مسلسل الوصية وفيلم خلويس فيلم خلويس انا رجعت وقلت انه مشكلته في تطور الاحداث بدايته كانت كويسة نصه تاني ما كانش كويس الوصية كان بظروفه بصراحة بعض الحلقات كانت بتدحك جدا بعض الحلقات كانت قلتها احسن يعني التأليف لأي من وطار انا مبسوط جدا من النشاط اللي عنده أي من وطار مؤخرا لانه عنده مسلسل الوصية عنده فيلم الكويسين عنده فيلم القبلة طمطم ما هياش افلام عظيمة وما هواش مسلسل عظيم ولكن اقبال الناس للشغل معاه وكثافة انتاجه هو شخصيا هتؤدي للتحصن ان اجلا او عجلا واتمنى انه هو يحصل في الفيلم ده ونشوف من خلاله حاجة كوميديا حلوة ماجد الكدواني من اكتر الممثلين المجتهدين حقيقي نشاطه شيء يدعو للإعجاب وجودة انتاجه هو شخصيا بصرف النظر عن جودة الفيلم اللي هو بيشتغل فيه يعني هو السنة اللي فاتت كان عنده طراب الماس فيلم جيد جدا واداء رائع منه طالق صناعي فيلم للأسف احبطني ولكن اداءه هو تحافظات اللي عليه مش كبيرة قوي السنة اللي قبلها كان عنده الاصلين وعنده شيخ جاكسن احنا لو بنكلم عن ممثل بيقدم فيلمين كل سنة وبيقدم فيهم افضل ما عنده يبقى احنا عندنا ايه اكتر من كده نطلبه وفي الفيلم ده بيرجع للكوميديا المطلقة وده شيء انا كنت منتظر ولا لا لا خطوات ماجد الكدواني الاول من 2019 ان شاء الله ونسبة ترقبي لي عشان خاطر فريق البطولة عشان خاطر فريق البطولة حقول تمانية ونص من عشرة ولكن في اسباب كتيرة تدعو للقلق اتمنى انها تكون في غير محلها ده رأيه ده ترقبي ده توقعاتي وده انطباعاتي الاهم منها رأيي حضراتكم يريد تساهموا بيه في الكومنس يريد تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي